السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده مشروع Open Source ان هو تدي له صورة ويبدأ يخليها تتحرك يعني مثلا السلوخ ده هو سابق مفروض الصورة التي تتلب دي سابقه هو بيبدأ ان هو يحركها الموقع ده هو Open Source فتقدر ان تشوف الكود بتاعها في سكريبت او بايسون او او اش تي تي بي او كل الانتازات اللي ممكن ان تشوفها ممكن ان تستخدم اي باي اي باي عبارة عن ايه ان انت عندك موقع او برنامج او تطبيق تربطه بالموقع ده بحيث ان اول متحصل اي تعديل يبدأ يظهر عندك يعني الوجهة تظهر ده المستخدم موجهة الموقع بزيعة والحاجات اللي بتمي في الخلفية بتمي في الموقع ده بس طبعا بيكون في مقابل هنا دي الشفرة او الكود الموقع ده تجي تهب بيديك امكان ان انت ترفع المشروع بتاعك بحيث ان استفاد منه دي الورقة البحثية وده اللايسنس طيب خلينا نجي هنا كل اللي عليك ان انت تسحب اي صورة تحطوها هنا او تعمل دليت وتبدأ انت ترفع الصورة اللي انت عايزها هو يبدأ ان هو يدرسها ويبدأ يديها الحركة بتاعتي بس ممكن يكون بطيق شوية لان الموقع مجاني ممكن نختار صورة ايه مثلا او تختار اي صورة اوكي هو يبدأ يعمل دراسة لها ويشوف ايه اللي ممكن يتحرك فيها تمام؟ ممكن ديك برضو بعض الاختيارات نختار الصورة الوقت ويشوف ايسا سوف ترونوا ان تستعمل مثلما نمeschى دي بعض الفديوهات بدأ يحرق الصحاب في الحركة بدأ ايه يحرك الواجه شوية بحيسان ان يبدأ يعمل دراسة فكرة بعد فترة بدأت تظهر في مواقع ثانية يعني ممكن ناخد البحث كله بالبرمجة وتلاقي موجود في بوتوشوب في الخلفية الضرار بتدوس عليه يبدأ ان هو يعمل لك الحركة او ده باب يقول لك ايه اللي بتعمل دلوقتي طبعا الموضوع بيخد وقت شوية دلوقتي النتيجة ظهرت بالشكل دوت تجعل صورة الأوجو ثابتة والحكاية اللي حوليها هي اللي تحرك فهي فكرة جميلة جدا وهكذا يعني ممكن يكون لديك صور تعملها مثلا بالنرد وتبدأ تخلي في حركة حوليها بالشكل دوت ففي الاخر تطلع لك فيديو بيتحولت التكيست لصور وهي كالصور دي خليتها متحركة بالشكل دوت تمام ده البربيو ده اللي احنا عايزينه وده الجسم وده الشفرة الموضوع الخلفية ترجمة نانسي قنقر